انا بشتغل في الشركة كايرو اكسي بريس انا ليه السنة الثالثة في الشركة دي في بعض السواجين في الشركة اليوم من 15 سنة و 10 سنين أكثر من كده ونفس المرتب برضو 165 جنيه أساسي بياخدوا بدل أكل ومهيشة يعني 200 جنيه يعني 510 صافي المرتب بتاعو بنعيش في شقوق أجار محدش معا ملكة في المدينة يشتغل فيها فتخضمنا بطلب مجموعة منينا 11 سواقد كدهم وطلب لمدير النقل عندنا ان هما عايزين زيادة أكتر في المرتب تقريبا أقال الحداشة واحد دولة عندهم جزمة فتوحة فكل زميننا كلهم اعتصموا ورفضوا ان دولة ناس دي تمشي الناس دي بتكلم بلسانة جميع يعني فوقفنا وقلنا لا ما ينفعش كان به اعتصمنا في الشركة وتضامن معانا كل العاملين في الأفرع شرم الشيخ، مرس علم، لوكسور، أسوان كله تضامن مع الـ 11 وردولة ورفضنا ان حد يمشي وفعلا نرجع الـ 11 وعدنا وعود ان حيتم خلال 48 ساعة حلول فورية ويموافق على كل مطالب بتاعتنا واشتغلنا يوم ستة وعشرين، اتنين، وسبعة وعشرين ويوم ثواني وعشرين أخبرونا ان ما فيش حقيقة من كامدة بش حتحصلة ما فيش تنفيذ للطلبات دي اعتصمنا مرة تانية لحد يوم واحد تلاتة ويوم واحتررت في وجئنا بأنه أغلق الشركة وأنها ملاش ويولد وإحنا لازم نمشي من الشركة وطرد لنا بالسكن، تم طرد العاملين الموجودين بالسكن الشركة احنا بعد الصورة عرفنا ان فيه حاجة اسمها حرية نقابية وحرية رأيي ان واحد عبر عن حرية وفحنا عبرنا عن حريةنا فالحصل ان هو في مقابلة تعبيره عن حرية دي انه تفصل اكتر من 300 عامل أو 350 عامل أو 400 عامل كمان كل يوم تفصل بسبب ان احنا عبرنا عن حريةنا ان احنا المرتب تباش حقضينا لان اي شقة في اي بلد داخل مصر حتكون بـ 500 جنيه أو 600 جنيه اللي هو مرتب الأساسي إذن حوقي العالي من فين حصرف عليهم مدرس من فين حيب الحدي عندي تأب من فين انا ضبطوا منه بتأمين صحي بحيث ان لو تأبت انا انا بس مش عايز لعالي انا عايز تأمين صحي لأنا انا ممكن اعمل حادثة فيه وقت لقد ضر الله ممكن اتعب ممكن ان تحصل اي حاية مفيش مش حالك حد يعليجني يعني بطالبوا تأمين صحي مليش تأمين صحي بطالبوا بمرتب يحمين انا ويعالي من التسول ان امدي ايدي لحد انا كل شهر بتسلف كل شهر بمدي ايدي لحجاري كل شهر بعمل مشاكل مع صاحب الملك بتاع الهجار اللي انا ما اجير عنده مفيش عبش قادر ادفع الهجار لما طربته منه كده ما كانش منه الا ان هو لغى الشركة لان لا تقني حي بالنسبة لان معايش شركات كتير اولا فمتفركش معايش شركة انه يكفل هان بشكوى الاتحاد عمال مصر وقدمنا مذكرة مجل الشعب وقدمنا مذكرة للقوى العاملة وقلنا يا رب ربا اكتر من كل ان شاء الله يقف معنا وكفاية مبارك واحد يعني البلد لسه فيه الف مبارك تانى يا اوه متجوز ومكارب؟ متجوزوا عندي اه ثلاثة وفي واحد طريب اربعة 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 غير مراتي وغير والدتي و جدتي تصرف عليهم ازاي؟ على قد ما اقدر وانا موجود هنا ومنا تقريبا في البيت مفيش فلوس وعشان آجي هنا لميت فلوس من الزمالي كلهم يعني عشان آجي هنا واجد رأس الصودي ده لأي حد المسؤولين هنا أنا من كل واحد من الزمالي مدينة خمسة جنين متبرعين بيها برضو من جوت يوم ويوم عائلهم يعني من جوتهم كلهم يعني كل واحد محتاجة الخمسة جنين اللي يجيب بيها دي هنا أنا أتمنى مربنا أني أنزل من هنا وكون قدمت له أعرف تقدم له محاية كويسة يعني